وصل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتومة النايب الاول لحاكم دبي نايب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الخليجية الاوروبية والتي يترأس سموه خلالها وفد دولة الامارات القمة التي تعقد للمرة الاولى بين الجانبين حيث كان في استقبال سموه معالج جاسم البديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية وعدده من كبار المسؤولين واتت المشاركة الاماراتية في اجتماعات القمة الخليجية الاوروبية في طارع علاقات الشراكة المتنامية والوثيقة بين دولة الامارات العربية المتحدة والاتحاد الاوروبية وحرصا على دفع مسيرة التعاون على الصعيدين الثنائي والاقليمية في مختلف الملفات بحال الاهتمام المشترك